اشتركوا في القناة فالنسلة لا تشمس طيورها فعلى الأقل يقوم بتقديم فيتامين D في المشربية كتعويد للشمس فكنا نعرف بلي هذا الفيتامين كيتنتج بشكل طبيعي في جسم الطائر اللي كيتعرض للشمس بشكل منتظم ولكن الشيء اللي ما يمكنش نعوضه هي الفائدة دي الأشعة الشمس على الصحة دي الجلد والريش ديال الطائر فعند التعرض لأشعة الشمس هناك واحد الغودة الدهنية في جلد الطائر كتقوم بإفراز واحد لمادة هي اللي كتعطي اللمعان والتناسق لريش الطائر ولكن في نظر الفائدة الأكثر أهمية للتشمس هي تحسين نفسية الطيور فالطائر يعشق تشمس بوحد شكل كبير وكما لاحظوا فمباشرة عند وضع بعض الطيور في الشمس كتقوم بنفخ ريشها وفرض أجنحتها وذيلها يعني كأنها ترغب أن تستفيد كل ريشة في جسمها من أشعة ديال الشمس لكن الأخوان فمدة التشمس جد مهمة فالمقولة ديال كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده فهي تنطبق تماما على هذه المسألة فمن الأفضل تفادي التشمس في الساعات الظاهرة وكذلك عدم تجاوز 15 دقيقة كحد أقصى في الأخير إلا عجبك الفيديو ما تنساش الدرجة من كومنتار زوين وتأبون معنا في القناة إذا كنت جديد وتبارك الله عليكم كان معكم بيضي أناس من قناة جولفين شلوفرز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر